السلام عليكم ورحمة الله، أنا حسين الربيعين في هذا الدرس سوف نشرح كيف نضيف التول يعني في الدرس السابق قمنا بإضافة أكثر من صورة بشكل تيمبروري ID يعطيناهم تيمبروري ID الآن إيش نعمل؟ نضيف بيانات التول ونغير هذه التول التيمبروري إلى التول الحقيقية الموجودة هنا يعني أنت عندما تضيفنا الصور سابقا اللي حصل أن الصور أعطيها تيش ID كهذا لكن بعد إضافة الصورة الحقيقية يعطينا الصورة حقيقية ID عسيمة إلى 23 بعد إضافتها وإضافة تفاصيلها الذي يحصل هنا يجب أن نبدل التيمبروري الخاص بها إلى 23 ونفس الحالة بالبقية إذن نذهب إلى الكودينج ونضيف ميثولة جديدة تستقبل بيانات التول فما هي بيانات التول؟ أي تستقبلها؟ أوكي التول لديها name, description, price, state في البداية قلنا تبقى active بعدين هو يحولها ونوع التول، أيش نوع سيارات، موبايلات، أي شيء والتفاصيل الأخرى إذن نكون هذه الميثود الجاهزة ودعني أشرح لك إياها بسيطة يجد فيها أي شيء مجرد مثال اعتيادية ويب ميثود، هذه الويب ميثود تستقبل اسمي اليوزر الذي يضافه للتول لأن نحتاج أن نعرف من هو اليوزر هنا لإضافة التول وبيانات الأخرى التي لدينا أيش؟ tool name، اسمه tool description، price للتول نوع التول، هاليا سيارة، وإشياء والتامبراري آيدي التامبراري آيدي هو الآيدي القديم حتى أن يبدلها بالآيدي الجديد أوكي؟ ماكو مشكلة الآن أيش نفعل؟ نقوم بحفظ التول فكيف نحفظ التول؟ اوكي، so i is added وميسيج هاي الذي يعيدها للمستخدم وأخذ الوقت الحقيقي الحالي أنا أحتاج أن أضيف هنا وقت إضافة التول اوكي، وقت الحقيقي الحالي أضيفه أقول لسلة connection insert into tools هاي بيانات التول ثم إيش؟ وهذه الـ values الخاصة بالتول بهذا الشكل ثم أمر البرامترات لعملة الـ insert query execute تم كل شيء الآن أحتاج أنه أكون مثل جديدة في الـ user اسمها getToolAdded لماذا؟ لأنه أنا أضفت التول الآن أحتاج بعد أن أضفتها أحتاج أن أحضر الـ id الخاص بها يعني أنا لديها هي id أكيد فأحتاج أن أحضر الـ id الخاص بها حتى أعمل update بالنسبة للـ status بالنسبة للـ image temporary image الخاصة بها إذن أكون مثل جيدة في الـ user أكيد فأذهب إلى جدول أنا الـ user هنا المفروض هنا tool فأذهب هنا وأكون جدوى جديدة أسميه tools أفتح من هذا class diagram من هنا عفو من هنا عفو أوكي class diagram فأنا أضيف class جديد الكلاس جديدة أنا أضيف إيش؟ يتخصص بالـ tools فأنا أقسمي إيش class وأنا أسميه tools tools أوكي هذه tool مفروض بها method تعيد لبيانات عن tools أذهب إلى هنا وهذه tool وأضيفها هنا أرجحها إلى مسارها الحقيقي وهذه tool هي أوكي فأقضي بها method بسيطة لا تفعل أي شيء مجرد تستقبل id الخاص بالشخص اليوزر والتاريخ الإضافة فمن طريق اسم اليوزر والتاريخ الإضافة أعرف هو أجضاف يعني فقط معلومتين فقط أنا سابقا قملت بإضافة التول وبيانات التول كاملة الآن الذي أفعله بعد أن ضفت البيانات أيضا عرف ماذا إضافة حسين آخر شيء فأخذ تاريخ الإضافة وأخذ اسم الشخص فأستطيع عرف ماذا إضافة نفس الحالة نفس الجملة نعيدها فقط نغير هنا فقط بهذا الشكل أصبح select tool ID from tools واليوزر ID يساوي أنها القاد والداتا عادت يساوي أنها القاد أوكي دعني أضيف نقص data added حسنا وأضفت execute command وأقرأ الـ user ID أأخذها وأعيد للشخص الذي طلبت التول ID بهذا الشكل الآن إذا الشخص طلب مرة التول ID الصحيحة تعيد لي التول ID الحقيقي لم يعيد تعيد للصفر نذهب إلى الـ web service هنا هذي تصبح tools وهنا تصبح tools من التول أختار new tools أوكي الآن لديت tool ID كل الذي أفعله بعد أن أخذت tool ID أذهب إلى هذا الجدول ولديت temporary ID مخزن هنا أبدل بالـ ID الحقيقي إذن أذهب إلى هنا أوكي كل الذي أفعله أنا في the query هذه update picture set tool ID يساوي أنه tool ID جديد و tool ID عندما tool ID ساوي temporary ID يعني يبدل temporary ID بالـ ID جديد أمر temporary ID وأمر الـ ID جديد فهو يقوم بعملة update خلاص ضفنا هذه العملية انتهينا منها و المفروض بعد أن أضيفها نكونها JSON نفس الحالة بهذا الشكل هنا كنا بهذا الشكل ثم أعيد حولها JSON ثم أطباحها على Output الآن المفروض عندما هو ينفذ سوف يعرض ليه إيش يعرض للبيانات بالشكل الذي هو أراده لننفذ ونرى النتائج عسنا الآن Add tool أضيفت أضغط عليها المفروض أعطي user ID أكون user ID 1 أعطي tool name test app أسميها على سبيل المثال و description أي شيء و price أعطيها 12 و tool type و نوع tool هل هي سيارات هل هي مهوات هل هي أي شيء أعطيها tool type 1 temporary ID أعطيها هي temporary ID يعني اللي يجد ليه صورة أساساً بحاذ الID أوكي نفذ أوكي tool is عادة أضعف لك الصورة المفروض الآن ترى هو هنا أضعف لك الصورة بهذا الشكل اللي تنفذت المفروض أعطي المفروض أعطي أوكي طول أعطي الآن الطول تسعب أوكي الآن تم كل شيء صحيح ننتقل إضاف أجنقل تحقيق ومع تحقيق وتعلم أحيط تحقيق تحقيق لا أح blocks اشتركوا في القناة 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 على المشاهدة